موسيقى انا عندي باي وام واخده ليت اخد وانا مسؤول بشغلي شاوبني بلا لفه دوران انت معي؟ اذا ما راح انفضح انا معك برحب مرة جديدة بوجيه سائر ضيفنا اليوم بحلو الحيات يعني عن جد ما قلنا قلب ما نعلق اكتر على جزور هالمسلسل الرائع ولكن عادة الناس وجيه بيطلعوا سلهم درجة درجة عم نشوفك عم بتشك من اول برايم لعشرة متار في خطورة بالموضوع شو بتقول لكل الناس اللي ما عم بيقدروا قديها الموضوع خطر وقديها الموضوع صعب اليزلة الحقيقة انه بس تقولي عشرة متار هي الكلمة بتخوي بس جميلا ما في خطورة اذا فيه سيفتي الموجودة يعني نحنا محطوطين بالحدث في بيسين خمسة متار غمقة ما فيه لصخور تحتنا ولا شيء فيه سيفتي عندنا كوتشز ما بيخلونا نطلع على العشرة الا ما نكون اخدين التكنيك المزبوطة يعني منطلع على الثلاثة منتمرن على الثلاثة منرجع خمسة سبعة ونص وبعدين منطلع على العشرة سو انه خطورة بالمعنى هذا ما فيه خطورة ابدا بديك بس قلب قوي كنت عم تقولي مني شوي انه بتوقفوا بتطلع بالاشخاص بتشوفهم كتير صغر نحنا ما بيبينوا علينا هالقد اي بس اذا بتاخد التكنيك المزبوطة وبدل تكون عنديك قلب قوي حيدي اكيد منها وتطحشي ما في عنديك مشكلة وتنزل بالتكنيك اللي يعلموكيها بس اكيد انا ما بنصح الناس يعملوها من خلدة او من الروشة او شيء لا لانه ما فيه سيفتي حتى جسمه ما بيكون مؤهل انه ينزل لانه في اوقات عندك يعني عم تنزل سوسانة كيلو متر فيتاس من عشر متر يعني عندك فيتاس كتير قوي اذا بوزيسونة جسمك غلط بتقرائبتك او ضهرك بتروحنا لا ما حدا لا حيموت من هيك شكة بس يمكنني ازيحلو اذا كانت بيبسين او شيء اذا كانت فيه سيفتي بس انه بتأزي حالك ردة او شيء بالغنى انت عنه منشان هيك انا ما بنصح الناس يعملوها منهم لحالهم ضروري يكون في كوتشية معهم تقدروا يعملوها واجهكت عم تحكي عن السرعة قد بتنزلوا عن جد سريعين شو الاحساس يعني هي بفتكر انا الصعوبة مثل ما واحد عم بينات بنجي هو الصعوبة كيف دي افلط حالي مصبو كيف دي اترك حالي النوت يعني مصبو بس شو الشعور من بعد ما تطلع الادرناليل قد يكون ضارب يعني بيكون الادرناليل كتير عندك عالي بيروح من عندك شي اسمه خوف وخصوصا ما سوفي عندك ببليك والجمهور والنس عم بتشوفيك بالتمارين نبقى ازي تي اكتر مترددين اكتر بس بالشو بالبرائم لا بيروح لأن الادرناليل بيكون كتير عالي عنا بيش حد شي اسمه خوف بس هلأ شو ال هلأ انت ونزلت ولي هلأ بوصل هلأ ما تشايبو هلأ بدنا عطو سطفل نوصل على المايا دي جابت يخد اربعة سوينة لتوصل على المايا يعني بتكون ماشر حياتك كله اي ماشي بكون كل شي اي ماشي بكون كل الصور اللي قطع في قصص صور صغيرة هيك عم تقطع براسك بس شو ما تكون عم تفكر انه وجيه انتبه شد اجرك شد بطنك شد كذا فوت منيح بالماء شو فوت منيح بالماء تمأقله بالاورة منشان هيك بكون عم تركزي على أعضاء جسمك عم تجربة عم تعملي كنترول على أعضاء جسمك يعني وقت تكون عم تفكر جلس ايديك جلس ايديك انتبه ما تفقش الماء براسك فقشها بييدك يعني انت بتصور ليه حق تفكر بهولي كله نواجيه لأنا عم تنطع على 10 تمتار غيرك يمكن على 3 تمتار ما بيلحق يوصل لكل هولي مصدوط صح 3 تمتار ما عندي اسباس أنا الأكسيدان اللي صار معي صار معي على 3 تمتار ما صار معي على 10 تمتار وقتها روحت رائبتي كنت بالتمارين كنت بالتمارين ايه فسو انو عملت لأ عملت شكي غلط يعني وقعت على رائبتي صار عندي دوخة ما كانت هال منا كتير خطرة بس انو لأنو اجتني دوخة كتير قوية خفنا يصير شي نقلتني مدام رولا على الأوبيتال وتعلاجنا هوني كعفكرة بدأتشكر كتير مدام رولا سعد على هالإنسانية اللي عندها اللي ما بيعرف مدام رولا سعد الشخص الإنسان بيجهله عن جد وابلوس عنا إكيب طويل عريض غير إنو الكوتشية عنا نهرة عنا ماريا ميشا المسؤولين عن اللي تيب عندي ماريا اللي بتطبع اللي بتطبع علي التاتو إنو عن جد كلهم تلميذ متلمزين على الاحتراف مش إنو جايين يعملوا شغلهم وخلصت لأ جايين عم بيشتغلوا من قلبهم معلمتهم رولا يكونوا محترفين كونوا محترفين إنو وقتا كنت بالأوبيتال مثلا بقيت الدوخ عليّ بالليل نقلت من أوبيتال لأوبيتال لأوبيتال يعمل لي إير أر أم شفت كيف لهالدرجة داشية مدام رولا حريصة كتير حريصة بوجه لها تحية وكلنا منحبها كتير 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 منحبها يعني عن جد بوقت تشتغلي مع ناس مثل مدام رولا ساعد بتحس إنو صرت الصعبة تشتغلي مع حدا تاني بهذه النوم هلا داينا زي ما نحكي نحن نحن نحكي وعندنا شرطها أنا نزيد عحكي عم نزيد عحكي عاك الحال أنا لفتلة نظري عم تحكي عن التركيز قدي إنو خلص إنو بيصير واحد مركز الجمهور والمباشر وجيه بيزيد التركيز أو ممكن يكون عائق ما في خبرك الإحساس بالبرائم شو نحن على العشرة ويليك الناس ويليك التركيز الكاميرا كيف عم تاخدي فنحن أنا رح حكي عني كممثل أنا تعودت أفصل بنسى إنو في كاميرا وبنخلي لحالي وبركز كتير مني غيري يلي منو ممثل ما بعرف كيف بيفكر بس أنا لأ بقدر حط حيط جدار بيني وبين الكاميرا بيني وبين الببليك لأنو أقلة تحميسة زيادة على الزوم تلبك على ظهرك تلبك على ظهرك وممكن تسبب لك واجع لأنو من عشر متار من نهاين ما بتسبب لك يعاقة أكيد لا بس إنو ممكن ممكن محبا بيعرف لست بالهوى بسيطة كتير بتغير لك تعمليك ردة صغيرة بس مش إنو بتروحك شي هيك لأنو في كتير عالم عم بيقولوا إنو سبلاش وصاير وهيذا شغل خطرة وكذا لا مش هلقدي خطرة بس إنو بدي يكون في سيف بدي يكون في سيف تي موجودة يعني بس إنو من شنك واحد ضروري يركز وينفصل عن الناس ما يلحق التحليز والتشجيع والهيسة والهيسة وينزل منه لحاله لا بتزبط بتزبط هتا زبطة كتير منيحة معك واجيهة سائر ما في شك بس نحنا ما فينا نفصل بالبرنامج لأنو نحنا وجوان واحد فكاملة الجمهور نطرين على جوان تجوفوا فكرات وبرجع لعندك